المغرب بلد نابض بالحياة يتمتع بتراث ثقافي غني ومناظر طبيعية خلابة ومجموعة متنوعة من المدن التي تقدم تجارب فريدة من نوعها تمتد عجائب المغرب غير المرئية من المدن الصاخبة إلى المناظر الطبيعية الهادئة تقدم كل وجهة تجارب ثقافية فريدة وكنوز تريفية وجمال طبيعي يكشف استكشاف المغرب عن نسيج من الأسواق النابضة بالحياة والمدن القديمة والتقاليد المتنوعة التي تنتظر أن تأسر قلب وروح كل مسافر الدار البيضاء المركز الاقتصادي للمغرب تمزج بين الحداثة والتقاليد قم بزيارة مسجد الحسن الثاني وقم بالتنزه على طول الكورنيش واستمتع بتجربة الطاقة الصاخبة لهذه المدينة العالمية إن الحياة الليلية الديناميكية ومشهد التسوق يجعلها وجهة لا بد من مشاهدتها الرباط عاصمة المغرب هي مزيج متناغم من المعالم التاريخية والحياة المعاصرة تعرض قصبة الوداية وبرج الحسن والشوارع الحديثة تاريخ المدينة الغني وروحها التقدمية إنها مدينة يلتقي فيها الماضي بالحاضر بسلاسة تشتهر مدينة فاس القلب الثقافي للمغرب بمدينتها القديمة والجامعات القديمة والأسواق النابضة بالحياة تغمر هذه المدينة زوارها بتقاليدها العميقة الجذور وتقدم لمحة أصيلة عن روح المغرب من خلال هندستها المعمارية التاريخية وأجواءها المفعمة بالحيوية مراكش المعروفة بالمدينة الحمراء تسحر بأسواقها الصاخبة وحدائقها الوارفة وقصورها التاريخية توفر شوارع المدينة المتاهة وساحة جامع الفنا وحديقة ماجوريل وليمة حسية منا يجعل كل زيارة تجربة سحرية مليئة بالعجب شفشون التي يطلق عليها غالبا لؤلؤة المغرب الزرقاء تسحر زوارها بمبانيها الرائعة ذات اللون الأزرق وأجواءها الهادئة تقع هذه المدينة الخلابة في جبال الريف وتوفر مزيجا ساحرا من الشوارع الضيقة المتعرجة والأسواق النابضة بالحياة والتراث الثقافي الغني الصويرة جوهرة ساحلية تأثر بروحها الفنية ونسيم المحيط المنعش تعد المدينة القديمة للمدينة بجدرانها المطلية باللون الأبيض وأسواقها الصاخبة أحد مواقع التراف العالمي لليونسكو تجتذب أجواء الصويرة المريحة الفنانين والموسيقيين وراكب الأمواج على حد سواء تعتبر طنجة المدينة الساحلية النابضة بالحياة بمثابة بوابة المغرب بين القرات مزيجها الفريد من التأثيرات الإفريقية والأوروبية والعربية يخلق جوا عالميا مدينة طنجة القديمة والمقاهي النابضة بالحياة والساحل الخلاب تجعل منها وجهة لا تمسى للمسافرين توفر أكادير المعروفة بشواطئها المشمسة ملاذا مثاليا للاسترخاء والاستجمام توفر هذه المدينة الحديثة التي أعيد بناؤها بعد زلزال عام 1960 منتجعات فاخرة وأسواق صاخبة وحياة ليلية نابضة بالحياة مما يجعلها وجهة مفضلة لدى السياح الباحثين عن الشمس والهدوء تشتهر أرزازات التي يطلق عليها اسم هوليود إفريقيا بمناظرها الطبيعية الصحراوية المذهلة واستوديوهات الأفلام لقد اشتذبت هذه البوابة إلى الصحراء صانع الأفلام لعقود من الزمن تعتبر القصبات القديمة آيت بن حدو القريبة من المعالم السياحية التي يجب زيارتها لهوات التاريخ وعشاق السينما تشعومت ناس بسحر ملاكي ببواباتها الفخمة وقصورها المهيبة أثناء تجولك في مدينتها القديمة ستواجه الأسواق الصاخبة والحدائق الرائعة روعة المدينة المعمارية وأجواءها الهادئة تجعلها حقا فرسايا المغرب تتون المعروفة بالحمامة البيضاء تقدم مزيجا ساحرا من الثقافتين الأندلسية والمغربية تخلق مبانيها البيضاء النقية وشوارعها الضيقة وتراثها الفني الغني أجواء ساحرة يضيف قرب المدينة من البحر الأبيض المتوسط لمسة ساحلية منعشة إفران التي يطلق عليها غالبا سويسر الصغيرة المغربية تأثر الزائرين بهندستها المعمارية في جبال الألب ومناظرها الطبيعية الخصبة يجعل مناخ المدينة البارد وبيئتها الهادئة ملاذا مثاليا توفر حدائقها الخضراء وغادات الأرز ملاذا منعشا تعد مرزوكة بوابة الصحراء الكبرى بمغامرة لا تنسى تدعو الكثبان الرملية الشاهقة في عرق الشبي المسافرين لتجربة جمال الصحراء الخام توفر رحلات الجمال والليالي المضاءة بالنجوم طعما لسحر الصحراء الخالد يتميز وادي ددس المعروف باسم أرض الألف قصبة بمناظر طبيعية خلابة وحصون قديمة تكشف الطرق المتعرجة عن مناظر خلابة للتكوينات الصخرية الحمراء والواحات الخضراء ويعتبر هذا الوادي ملاذا لمحب الطبيعة وعشاق التاريخ تفتخر أيت بن حد بقرية محصنة قديمة وتتميز بالهندسة المعمارية الترابية الرائعة قصباتها وأزقتها الضيقة الغارقة في التاريخ تنقل الزوار إلى حقبة ماضية كان موقع التراث العالمي لليونسكو هذا أيضا بمثابة خلفية للعديد من الأفلام الشهيرة أصيلة تأسر بسحرها الساحلي الفني تعكس المدينة المطلية باللون الأبيض والمزينة بالجداريات النابضة بالحياة روح المدينة الإداعية تجعل شواطئها الهادئة ومهرجان الفنون السنوي منها ملاذا للفنانين والمسافرين الباحثين عن الإلهام والهدوء الوليدية بحيرة منعزلة توفر ملاذا هادئا بعيدا عن المدن الصاخبة تشتهر هذه الجوهرة المخفية بمزارع المحار وتدعو الزوار للاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة أثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة تعتبر مياهها الهادئة مثالية لمراقبة الطيور والرياضات المائية تمزج مدينة الجديدة بين التأثيرات البرتغالية والجاذبية الساحلية مما يوفر نسيجا ثقافيا فريدا وتشهد المدينة المحصنة بأسوارها وصهاريجها الرائعة على تاريخها الغني تضيف شواطئها الرملية وأسواقها النابضة بالحياة إلى سحرها الذي لا يمكن إنكاره زكورة الحدود الصحراوية هي بمثابة بوابة إلى الصحراء الكبرى هذه المدينة الساحرة بعلامتها المميزة تمكت 52 يوما تغري المغامرين تخلق رحلات الجمال والليالي المرصعة بالنجوم في الكثبان الرملية تجارب لا تنسى وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الهادئة أسفي المشهورة بأنها عاصمة الفخار في المغرب تسحر زوارها بثنونها الخزفية النعبضة بالحياة يمتزج سحر المدينة الساحلي بسلاسة مع تراثها الثقافي الغني منا يجعلها ملاذا للحرفيين وأولئك الذين يبحثون عن كنوز فخارية فريدة مصنوعة يدويا مدينة تزمت المشهورة بمجوهراتها الفضية الرائعة تظهر بصناعتها الحرفية تعد أسواق المدينة بمثابة مجموعة من التصميم المعقدة التي تقدم لمحة عن التقاليد البربرية الغنية التي لا تزال تزدهر في هذه الجوهرة الجنوبية للمغرب أزرو التي تقع وسط غابات الأرز الخضراء هي ملاذ لمحب الطبيعة وتشتهر المدينة بالقرود البربرية التي تتجول بحرية بين الأشجار القديمة مما يخلق تجربة حياة برية فريدة وساحرة للزوار الريصاني مدينة السوق القديمة غارقة في التاريخ والتقاليد إنها بمثابة بوابة إلى الصحراء الكبرى بأسواقها النابضة بالحياة التي تقدم مزيجاً من التوابل والمنسوجات والحرف اليدوية المحلية التي تأسر الحواس سكورة المعروفة باسم واحة بستين النخيل هي ملاذ خصب وسط المناظر الطبيعية القاحلة وينتشر جمالها الأخضر مع القصبات التقليدية مما يخلق بيئة هادئة ورائعة مثالية للاسترخاء والاستكشاف تاغروت هي جوهرة نخفية تقع في جبال الأطلس الصغير وتشتهر بمناظرها الطبيعية السريالية للصخور الملونة وأشجار اللوز المزهرة توفر هذه المدينة الساحرة مزيجاً فريداً من الجمال الطبيعي والغنى الثقافي مما يأسر كل زائر تارودانت التي يطلق عليها عادة جدة مراكش هي مدينة محصنة تتميز بجدرانها الحمراء المذهلة وأسواقها المزدحمة توفر أجواءها الهادئة وأهميتها التاريخية ملاذاً مثالياً لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مغربية أصيلة بعيداً عن المواقع السياحية المعكادة تعتبر مولاي إدريس التي تقع على قمة تل واحدة من أكثر المدن المقدسة في المغرب فهو يقدم رحلة روحية عبر شوارعها الضيقة ومواقع الحج مما يوفر لمحة عن التقاليد الدينية العميقة الجذور والتراث التاريخي الغنية للبلاد أرفود العاصمة الأحفورية للمغرب هي بوابة إلى الصحراء الكبرى فهي تجتذب عشاق الجيولوجيا والمغامرين على حد سواء بمناظرها الصحراوية الشاسعة والحفريات القديمة ووعدها برحلات صحراوية لا تنسى بما في ذلك ركوب الجمال والليالي المرصع بالنجوم استمتع بتنوع وروعة المغرب الأرض التي تلتقي فيها التقاليد القديمة بالعجائب الحديثة تحكي كل وجهة من المدن الصاخبة إلى الواحات الهادئة قصة فريدة من نوعها وتدعو المسافرين لاستكشاف هذا البلد الساحر واكتشافه والوقوع في حبه ترجمة نانسي قنقر